الغرس والعناية وانتظار الثمار مراحل يطبقها العاملون في مركز القرآن الكريم التابع للعتبة الكاظمية المقدسة حيث تخرجت دفعة جديدة من طالبات دورات تفسير القرآن الكريم وبهذه المناسبة أقيمت احتفالية مباركة في المركز تم اليوم تخرج ثلاث دورات للتفسير وعلوم القرآن الخمسة الأجزاء الأولى والثانية والثالثة بإدارة الأستاذ الدكتورة الدنيا جميل محمد هذا اليوم احتفلنا بهن من خلال عمل حفل تخرج لهذه الدورات الثلاثة حيث حضر في هذا المحفل مدير مركز القرآن الكريم المتمثل بسيد عمار الموسوي وكذلك ثلاث طيبة من الأستاذات والطالبات من مختلف الدورات لتشجيع قرانهن في هذه الدورة المتميزة عدة دورات تقام في مركز القرآن الكريم يحاضر فيها أساتذة أكفاء تهدف تلك الدورات إلى إنشاء جيل متسلح بعلوم القرآن الكريم والعترة الطاهرة يحتفي مركز القرآن الكريم بتخرج ثلة طيبة من طالبات دورات تفسير القرآن الكريم إذ اليوم نحصد ثمار غرس غرسناه طيلة عام مضى فتتخرج اليوم ما يقارب 75 طالبتان من دورات ثلاث من التفسير هي دورة التفسير الأزاء الخمسة الأولى ودورة التفسير الأزاء الخمسة الثانية والخمسة الثالثة من القرآن الكريم منهجية دورات التفسير أنها قد قسمت القرآن الكريم إلى ستة أقسام كل قسم فيه خمس أزاء عطاء علمي فكري وثقافي يقدمه خدم الجوادين عليهم السلام في مركز القرآن الكريم عبر إقامة الدورات التي تستهدف كلا الجنسين وجميع المراحل العمرية بغية نشر علوم القرآن الكريم وآل البيت عليهم السلام لبرنامج هنا الكاظمية علاء الأنباري